السلام عليكم اول حاجة هبدأ اعملها هي الشرباط شرباط خفيف عبارة عن كوبايتين سكر وعليهم كوبايتين مية وعصرة نص لامونة وهسيبهم بقى يغلوا على النار واول ما تبدأ تغلي هضيف عليهم باك وفانيليا لو مش عاوزة تضيف الفانيليا براحتك مافيش مشكلة وبسيب الشرباط يغلي دقيقتين كده مش اكتر عشان يكون خفيف مايتقلش منك يعني وبعد كده بطفع عليه بقى واسيبه يبرد على جنب هبدأ بعد كده بقى اعمل الجلاش معايا هنا لفة جلاش نص كيلو ومعايا كمان الحشوة الاقتصادية الجميلة جدا والله بجد بيبقى طعمها طحفة ده السوداني مكسرا كبير شوية مش ناعم زي ما انت شايفين كده بيبقى طعمه احلى وظاهر اكتر لما يكون مكسر كده مش ناعم وكمان معايا هنا جزهان دي ناعم طبعا الحشوة دي ممكن تغيري فيها زي ما تحبي او الموجود عندك برضو اي نوع مكسرات هيبقى جميل جدا بتكسريه برضو بنفس الطريقة دي كنتنا خشن كده مش ناعم كنت عملت معاكم قبل كده برضو الجلاش بالمهلبية كان جميل جدا ما شاء الله هسيب لكم بإذن الله رابط الفيديو في سندول الوصف بإذن الله اعمل معاكم سلسلة حلويات رمضانية كده بكون سهلة وسريعة وطريقتها ناكحة من اول مرة ان شاء الله جبت بقى طبق كبير كده علشان اخلط فيه السوداني مع جوز الهندي النعم وهضيف عليهم كمان حاجة انا عن نفسي بحبها جدا وبتخلي الطعم تحفى بجد انت عاوزة تضيفيها تمام مش عاوزة برضو براحتك كواكفية السوداني والجوز الهندي يعني عشان فيه ناس ما بتحبهاش ولا بتحب ريحتها انا هضيف نص المعلقة الصغيرة قرفة بتخلي والله يطعم الجلاش في حتة تانية خالص بس دي طبعا ازواء في ناس زي ما قلتلكم ما بتحبش القرفة خالص فطبعا مش هتحطها بس كده وقلبهم بقى مع بعض كويس ولو خايفة ان المكسرات تخرج من الجلاش وما تبقاش مسكة نفسها كده ممكن تضيفي للحشوة مع علقتين سكر وتقلبيهم كويس في الحشوة يعني دي هتخليها متمسكة اكتر بس انا بلف الجلاش كويس واضغط عليه بطريقة هتشفيها دلوقتي مش هتخلي الحشوة تخرج خالص بس كده اللي بتوم كويس هفتح بقى الجلاش بتاعي وجهزت السمنة كمان سيحتها عشان ادهن بيها الجلاش انا هعمل ورقتين ورقتين كده مع بعض ومش هدهن الورقتين انا هدهن الورقة اللي فوق دي بس عشان تكون خفيفة يعني بلاش دهون زيادة كفاية ان احنا لسه هنسقيها كمان شربط بس كده دهنت بقى الورقة كلها وهبدأ احط الحشوة بتاعتي بالمعلقة كده من على الطرف قبل اخر الورقة بشوية يعني حطيتها كده زي ما انت شايفين بابدأ بعد كده اتنيها وبرمها زي ما انت شايفة كده بحاول اضغط عليها ضغطة خفيفة عشان الحشوة تمسك يعني ببعض وما تخرجش من الجلاش وانا بقطعه بالشكل ده كده وبجيب بقى صنية الفرن ده هناها سمنة برضو هحط فيها الرول اللي عملته بالشكل ده كده زي ما هو انا كنت عملت اتنين اهو هعمل معاكم رول كمان ما شاء الله والله بجد طريقته سهلة جدا وسريعة في اقل من خمس دقايق هتعمليها باخد برضو ورقتين كده وهذهنها ده هنا خفيفة سمنة ممكن تقليلي سمنة عن كده كمان لو مش بتحب الدسم يعني احلى حاجة في الحلويات اللي بتعمليها في البيت انك بتتحكمي في نسبة السكر والدسامة ده غير طبعا ان هي بتكون نجيفة انت عاملها بايديك ومشاء الله والله بيتخلي في البيت بركة وخير اول ما بتشغل الفرن كده وتبدأي تعملي اي اكلة او اي حاجة حلوة كده بسمنا ما شاء الله بتملأ البيت خير حتى لو حاجة بسيطة خالص ربنا يملأ بيوتنا كلنا بالخير يا رب والبركة ويبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه ويغفر صنوبنا يا رب ويفرج همومنا يا رب جميعا اللهم امين حطيت برضو الحشوة كده وببرمها برضو بالراحة خالص عشان الورقة ما تتقطعش مني بس كده وبرصها برضو بالشكل ده هكمل بقى بقية الصينية بنفس الطريقة وايدي الصينية بعد ما خلصتها كلها هبدأ اقطعها بالسكينة المشارشرة دي بتاعة الفينو بتقطعها بسهولة جدا من غير ما تبهدل الجليش خالص يعني غير السكينة العادية قطعيها بقى بالطول اللي تحبيه دي خطوة مهمة جدا انك تقطعيه قبل ما تدخليه الفرن يعني قبل ما تسويها بعد كده هجيب برضو السمنة واتهن وشها كده دهنة خفيفة خالص مش هكتر عشان تاخد لون حلو كده في الفرن بعد كده هدخلها الفرن اللي بقى بتستوي وهفتح عليها الشواية تاخد لون حلو كده من فوق وارجع لكم بس كده وقادي الشربات بتاع الجليش بقى جاهز خفيف زي ما انتو شايفين وبرد خالص عشان اول ما يطلع الجليش بقى من الفرن اسقي بيها وقادي الجليش بعد ما اخد لون في الفرن بسقيه بقى على طول بالشربات البارد الجليش مش بياخد وقت خالص في استوى اول ما ياخد لون حلو كده من تحت بتدفع عليه وتشغال الشواية ياخد لون دهبي حلو كده برضو من فوق وبتدفع عليه بقى واول ما بتطلعيه بتسقيه بالشربات تسيبيه بقى في الصينية كده يشرب الشربات براحته خالص بالشكل ده وده الشكل النهائي بقى لاصابع الجليش بالمكسرات بعد ما حطناها بقى في طبق التقديم ومشاء الله الشربات كان زيادة شوية فانا حطيته كده في برطمان في التلاجة بعد كده برضك بستخدمه لأي حلويات شرقية مش بيترمي خالص يعني زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الجليش تحفى اللهم بارك والحشوة بتاعته متمسكة لونه جميل جدا اتمنى يارب الفيديو يكون عجبكو وتجربوها بجد وصفة سهلة ومكونات بسيطة بس كده خلصت وصفة النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته